أنا عايزة أسجل رسالة زي إخواتي اللي سجلوا في الجروب بخصوص معرفة الطريق ونعمة ربنا اللي بتدخل حياة الإنسان واللي أنا باعتبرها أنه كان بالنسبة لي صوت أخونا هاني تأكيد من ربنا للصراع اللي أنا دخلت فيه مع ربنا لمدة سنين أنا اتربيت تربية مسيحية يعني حقيقية أمي كانت ست مؤمنة جدا ودايما بتصلي وتقرى الإنجيل وكانت دايما تجمعنا أنا وإخواتي ونصلي فمن بدري أوي عرفت أو دخلت قلبي نعمة ربنا وكنت بحب ربنا أوي ودايما بحرص أن أنا يكون لي خلوة وصلاة وقرية الكتاب المقدس وبالتالي في مراحل السن البدري أوي في أعدادي وسنوي كنت بحس أني مختلفة عن ناس كتير علشان حاسة أنه أنا ربنا في حياتي وأنه بوجوده في حياتي بقدر أنه يديني غلب على شهوات شبابية على أفكار على صراعات مع زميلاتي في نفس سني حاجات كتير كنت بعض فكنت شايفة نفسي أن أنا كويسة يعني وأنه ماشي مع ربنا حلو قوي وعندي اشتياقات نحية ربنا فكنت لما بروح كنيس إنجلية بالذات أو خلاص النفوس وكنت أسمع عيزات فكنت أحس أنه آه نفس اللي هما بيقولوا ده أنا اختبرته إن الله لمس قلبي أنا سلمت حياتي للمسيح بس خلاص فأنا كده كويس قوي أنا في الفلك أنا يعني منتصرة بمعنى أصاح بس مع تقدم الحياة ومع يعني أقدر أقول إن أنا كنت في مرحلة نقطة واحدة يعني بديت وهي دي البداية وهي دي النهاية لسنين طويلة وبدأت حتى الحياة الروحية تبقى زي ما يكون تعود تعود إن أصلي تعود تقرأ الإنجيل إلى أن وتجوزته وخلفته والحياة ماشية كده وفي كل فكري إنه إن أنا هاربي بنتي يعني بنفس الطريقة كده وكنت فاكرة إنه خلاص الأمور كويسة طبعاً الله من أمنته إنه لما الإنسان بيكون صادق فعلاً وأخونا هاني كان بيأكد على الكلام ده إنه بيسأل ربنا كتير فدائماً كنت أقول له يا رب أنا بحبك بس مش كل الأمور في حياتي ماشية زي ما أنت بتقول يعني إنه الإنسان يكون نور يعني أو يكون ملح في مواقف كتير عملية في حياتي في شغلي في استقلتي لما بتحصل ما بلاقيش رد فعلي لا العملي ولا الداخلي يعني لا مشاعري الداخلية ولا تصرفاتي الفعلية بتقدر تكون الإنسان المسيحي أو بتقدر تكون بتصرف المسيح إلا أنا معتقدة إنه هو في فبلاقي صعوبة في تنفيذ وصايا الله بلاقي صعوبة أن أسمع حد بسرعة أو أسمحه بلاقي صعوبة أني أقبل بعض الشخصيات المتعبة أو أحبها أو على الأقل أكون بقدر أساعد حد بيطلب مني مساعدة في كل الأوقات مرات أساعد ومرات لأ فلاقيت إنه في صعوبة في ممارسة الحياة الروحية عمليا إنه طب وأنا يا رب بنتك أنا يا رب عايش معك بقالي سنين فليه أنا ما بتغيرش أو ليه أنا ما عنديش بعد كل السنين دي اللي أنا حاسة أن أنا عاشتها معاك ليه ما عنديش الاستعداد لإني أترك شيء لحد طلبوا مني أو افترع علي أو ظلمني ليه أنا بشعر إن أنا مظلومة قوي كده مع أني المفروض إن أنا أرضى أن أتظلم يعني أنا عقليا راضي أن أتظلم بس عمليا أنا هتشعر بالقهر وشعر إني مضغوطة وشعر إني رافض الظلم ده عمليا وأوقات أقول لنفسي إيه ده؟ طب هو المفروض إن أنت تكوني بتقبلي أو أو على الأقل تكوني زي سيدك يعني يكفي التلميذ أن يكون كمعلمة ففي الحياة العملية لقيت صعوبة في إني أعيش اللي أنا عقلي استقبله من سنين وكأني موافقة عليه بس لما بييجي موقف عملي ما بلاقي إيش ده حاصل خالص فبالتالي ابتدت كل مسمع عزة فيها أنت ده أنت منتصر على إبليس الإبليس تحت الأقدام يجي لي نوع من الحزن والإكتئاب وما قدرش أكمل واخرج وأشعر إن الكلام ده كلام لتقضية الوقت لكنه عمليا روحيا مش نافع يعني إزاي الإبليس مهزوم وإزاي أنا إنسان منتصر وإزاي أنا بقدر أنفذ الوسائل لا الكلام ده بيغزي عقلي أكتر بنفس اللي أنا عرفاه ولكنه مش بيساعدني فدخلت في صراع جامد مع ربنا وفي مواقف كتير كانت بتوقع من نفسي أشياء ألاقي نفسي بطلة في الإيمان فيها ولاقي نفسي أو حشو أضعف من الناس اللي معرفوش ربنا أصلا وبلائي ردود أفعالي ما فيهاش الخبرة الروحية اللي المفروض ليا مع ربنا فبقيت أبكي وقول له يا رب أنا أصلا معرفتكش أنا أصلا ما بلتكش شكيت في معرفتي ربنا أصلا فبقيت أبكي وقول له يا رب ليس بتيني السنين دي أبكي ليس بتيني السنين أعرفك وأنا كإني بتحك على روحي يعني شعرت بنوع من إن أنا باخدع نفسي وليس بتيني أخدع روحي طب لما أنا وحشة كده طب لما أنا مش بعرف أعيش الكلام اللي أنت عايزني أعيشه أعمل إيه؟ فحسب شعور برفضي لنفسي شعور لإدانتي الروحي كتير جدا رفضت روحي رفضت الكلام العزات رفضت الكنايس رفضت أي حاجة رفضت العزات رفضت كل حاجة لدرجة إن أنا ما بقيتش غير أصلي أقول له أنا مش عارفة جيلك إزاي أنا مش عارفة ألتقي معاك إزاي في نقطة طب هتفضل سيبني مش عارفة أعمل اللي أنت عايزه طب هو المفروض أعمل إيه؟ فكنت تقريبا عايشة على فكرة إنه أنا قبل وصايا ربنا بعقلي وفي بصيص من النعمة ولكنه لم ينمو ولذلك أنا مش قادرة بس عبال ما اكتشفت ده كنت ضاع من عمري سنين وكنت حزينة وكنت حسة إن العزات بتضيع الوقت ما بتعملش حاجة بتغزي العقلي بس عمليا أنا كده في نظر العزات دي المفروض أكون منتصرة طب ليه أنا مش منتصرة وأول ما بديت أعيش في أمريكا كان في صديق في الكنيسة اللي أنا فيها كان بيسأل عني وكان بيشجعني روحيا وكان حاسس إن أنا عندي يعني على كلامه إن أنا عندي نعمة ربنا فليه يعني ليه سايبة نفسك ليه ما بتجيش الكنيسة ليه كذا فبيت أقوله إن أنا حاسب كذا وكذا وفي صارحته فقال لي حالك من حال ناس كتير بس أنا أنصحك تسمعي فيديوهات الأخ هاني دو فأنا طبعا كنوع من الفضول مش أكتر وكنت متوقعة إنه مش هلاقي كلام جديد لكن أول ما سمعت الفيديوهات زي ما يكون بيتقوله أيوة هو دا اللي أنا حاس بي الكلام اللي كنت بسمعه إن أنت ربنا داخل حياتك أنت مؤمن أنت تقدر تعمل أنت منتصر يعني كلها في خطوة واحدة فأنا لما ما لقيتش في نفسي الكلام دا بيتحقق قلت أنا ما بعرفش ربنا أو قلت أنا أو ربنا استيبني في العالم وهو دا مصيري وخلاص هو ربنا له ناس ناس والقداسة لها يعني القداسة دي نعمة بيديها الناس ومش عايز يديها الناس وهو حر فأنا ليه أكبره بس ما كنتش عارفة إن أنا كلامي دا وكلامي دا ليه كأنه بمثابة عتاب ليه لقيت مع الوقت أو تزامنا مع سماع العزات ديت زي ما يكون فيه نابيع من الحب اتفجرت لربنا وبقيت كأنه بيغير عقلي بيغير مخي بيقول لي اقبلي إنك أنت دلوقتي مش قادرة أنت ليه مش قابلة دا اقبلي إنك مش قادرة دلوقتي ومشي معايا ويوم مع يوم هتشوفيني هتجسد في حياتك هتقدر تعملي لإني أنا اللي هعمل فيك وبقيت الآيات اللي كنت بس معها وكانت حفظها كنت حفظها لكن كنت ساعة أقول دي مجازية أو أو تعبيرات يعني جميلة إنه لا أحيا لا أنا بل المسيحي أحيا فيا كنت فاكرة إنه زمان أنا حصل الكلام دا ففين المسيحي مش حيا فيا ولا حاجة فطبعا قلت إيه لا دا دا يعني إيه دا تمني ربنا أو أمنية ربنا يعني لكنه عارف إن طبعتنا فاسدة فمش بيطلبنا بيها يعني فكانت فيه تضارب في حاجات كتير جوايا لإلى إني اكتشفت إنك إن ربنا بيرتب مخي إنت عارف حاجات كتير بس مش مترتبة وفي نفس الوقت إنت اختبرت نعمة ربنا بس وقفتي عند الحد معين فالحقيقة أنا عايزات هاني ما كانتش بالنسبة لي مفاجأة لكن كانت بالنسبة لي تضلى بدور عليها وحاسة إن دا رأيي وده اللي عاوز أقوله بس مش قادرة أقوله خايف أقوله لإلا أطلع إن أنا غلطانة بس لقيت إن أنا اللي بدور عليه واللي العقلي والروح الكدس كان بيقولهولي إصبري إمشي كملي إنت لسه ما ابتدتيش ابتدي كأنه كان صوته أنا بحاول أخمده لكن أول ما لقيت حد بيقول أو بيتطابق صوته مع صوت الروح الكدس جوايا فرحت جدا 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 وكانت فرحتي بإني أسمع صوت ربنا على لسان أخوي هاني كأنه بيأكد لي الصوت اللي كان جوايا من سنين وبيصارع فيها ويقول لي إنت ليه مستغربة حالك إنك ضعيفة ليه مستغربة حالك إنك مش قادرة دلوقتي إقبالي وبعدين هتقدري لا كنت برفض لأنه متوقع إنه أقدر متوقع إنه لا أنا سلمت حياتي بربنا وأنا عايشة معاك ليه ما أقدرش ولما فعلا فشلت شكت في ربنا نفسه ومش في نفسي وشكت في إن الكلام مجرد كلام وإن ربنا له ناس ناس وحصلت يعني دروب ولكن أشكر ربنا إنه مهانش عليه سيبني فقومني من تاني وأشكر ربنا إنه أنا عندي حاجات كتير فيها ضعفات بس دايماً أقول لربنا إنت أمين وهتوصلني وهتقومني لإننا كل اللي أنا أعرفه إنه بحبك وعايزك ومعنديش حاجة في الدنيا مغرية بالنسبة لي كنت زمان بحب حاجات كتير جداً كنت زمان بحب الفلوس جداً كنت زمان بحب المنصب جداً لكن لقيت إنه تدريجياً ربنا بيغير الفكرة حتى من غير مبز المجهود إن أغير فكري أنا مش بنام وصحة أغير فكري لا لقيت إنه تدريجياً ربنا بحس أني كأني أنا شخص جديد وتفكيري بتغير ردود أفعالي بتتغير ردودي عن ناس بتتغير حتى الناس بتستغربني كتير وأنا بس بحب أيد أقول إنه هاني ما قالش كلام جديد وهاني ما قالش كلام ما تقالش هاني يعتبر قال صوت الروح القدس اللي انطفى سنين وأخيراً حد سمح يتكلم الروح القدس بجرأ أو بصوت عالي لإني هاني مش لوحده قالي الكلام ده أنا كان جوايا سرع سنين مع ربنا هي القصة يا رب ابتدت وانتهت وأنا هي كده دين هايتي ولا أنت عندك خطة أخرى أو عندك يعني حاجات تانية أتاري إنه أنا كانت ده سرع مع ربنا وكنت حاسة بسرع وهو جاوبني وما سبنيش بس لما بقولك وسمعت رسايل هاني وتسجيلاته كانت كل مرة بتلمس جرح كأنه شوفي جوايا أيوة هو ده ربنا اللي بدور عليه هو ده ربنا اللي عاوزي ماشيني معاه وقابل ضعفي دلوقتي وفيما بعد هيدديني القوة وبيدديني القوة وفعلا أوقات كتيرة مرت من حياتي يعني أنا سمعت التسجيلات تقريبا من ثلاث سنين بس بس كانوا أجمل أوقات وكأنني أنا شايف حياتي مع ربنا إنها إنها هتكون في الصورة اللي هو عايزني مش لأن أنا ابتديت لأنه وصل لي صوته وكان أمين أنه وصله لي فهو أمين أنه يخليني أكمل أنا معرفش لي لما سمعتكو بتتكلموا مع إني مش بشارك كتير ونادرا ما بتكلم لكن حبيت أوصل صوتي مش دفاعا عن هاني ولا تأييدا للناس لكن بحس إنه حقيقي اللي عنده نعمة سماع صوت الله جواه حيميز أي صوت غريب عن صوت الروح الكدس لأن أنا بعتبر إنه إحنا جوانا الروح الكدس وزي فكرة الراديو جسطن بصبت التيون بتاع الروح الكدس الجوايا على أي صوت بني آدم برا بعرف إذا كان هو من الله ولا لأ لأن الله هو الأمين إذا كنت أنا بقول له يا رب أنا عايزك هو الأمين إني يعلمني إني أفرز وإني أميز أي عيزة مش بس هاني إذا كانت بتبنيني ولا لأ لإني في ناس كتير بطلت أسمعهم خالص تمييزا من الروح الكدس إنه ده تضيع وقت بس الحقيقة أنا على الرغم إني استفدت كتير من أخوي هاني لكني بقول له وبصلي له إنه ربنا يفجر طاقات المعرفة الروحية والنور اللي ادهوله ويكمل ويوصل لنا أكتر وأكتر لأنه هو فعلا عنده يعني نور محتاجينه ناس كتير جدا 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 واللي مش عايز يستنير ويعرف هو حر واللي شايف واللي شايف إن الرسالة دي من ربنا هو هيستفيد وبعدين في حاجة أخيرة عايزة أقولها وقد النظر عن هاني صحة أو ولط هال الحياة الأبدية واللي الكلام دا بيقوله هاني بردو أو المسيح ما يستهلش مننا إننا نترك كل شي العروس اللي بتكون بتحب العريس لو ودها أي حتة توافق وتسيب أهلها وتسيب ماضيها وتسيب بلدها مهما كان حبا في هذا العريس فبنفس نظرية العالم اللي العالم بيعترف بها إذا أنا شايفة في عريسي دا إنه يستاهل وإني بحبه بجد عايزة أثبت له عايزة عنين له إنه هو سبق قلبي وإنه هو استحوز على تفكيري فأنا مش مستعدة أكلم أي حد غيره ولا أشبع من أي حد مهما كان مصدره وده أقل حاجة نقدمها لربنا فسواء أنا مش شايفة أبدا إن كلام هاني يتعارض نهائيا مع الفطرة الإنسانية اللي جوها الحق إنه إذا كان مبدأ العالم بيخلينا نسيب مبادئ في العالم أو وظيفة معينة ممكن أسيب بيتي وعيالي وجوزي عشان أنا عايزة بريستيج معين أو عايزة فلوس أكتر أو 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 بعمل كده مبال مبال حياتنا الأبدية لا تستحق حتى المغامرة لو كانت مغامرة وأنا بقول إنه هاني ما قالش حاجة جديدة خالص لإنه أنا جوايا كنت ببحث عن الكلام اللي هاني قاله وكنت نفسي ربنا يطلع كده وأشكر إنه هو طلع كده ومش عارف إذا كان كلامي واضح فكرتي واضحة لكن أنا ده الكلام اللي عايزة أوصل وأقوله وأنا هبعته الأخوية هاني وإنتوا تقدروا هو يشيره لكو أو ينزله على الجروب أنا مش عارفة حسب رحته بس دي الأمانة اللي أنا حبيت أشهد بيها بالأمانة يعني و وكان نفسي أكون معاكم أو مع الناس اللي في مصر بتحضر العليات أو المؤتمرات أو الأعدات مع أخوي هاني لكن بشكر ربنا إنه بتسجلوها وبتحلنا فرصة إنه نحن نسمعها لإنه مش هنقدر نكون فيزيكا لي معاكم لكن بالروح ربنا يقدر يجمعنا كلنا وبشكر ربنا وبصليه من أجل كل الناس من أجل أخوي هاني اللي غالي جداً على قلبي وبصليله إن ربنا يديله المثابرة والانتصار لأن أنا عارفة إن الإنسان من جواه لحمه دم مش دايماً بيقدر يكون أكتر من إنه يشعر بإنه إنسانه رقيق جداً فبلاش يعني بتمنى إن بلاش حد يجرح ويعور ويدايق لإنه ننسى هاني خالص كل واحد يكون أمين مع نفسه ومع ربنا حتى لو هاني غلط حتى لو هاني دم بيقول أي حاجة حكم عقلك وحكم ضميرك وسكن قلبك أمام الله واسمع وفي النهاية اللي أنا عايز أقوله تاني هعيده إنه الله يستحق مهما كان التمن لإن إحنا هنعيش معاه أبدياً وهيعطينا كل ما له قداسة بير نور ده المسيح قال أنا نور العالم قال بعد كده أنتو نور العالم يعني ده حتى الأعمال الأعمال اللي عملتها هتعملوا أكتر منها يعني قلبه محب لدرجة إنه بيفضلنا عن نفسه فهل اللي بيفضلنا عن نفسه ده مش هيطلع أمين معايا ووله لحظة صدق أقف قدامه وقوله يا رب نور لي طريقي مش ممكن مش ممكن ربنا معكم وأشكركم سلام ونعمة إخواتي أحبّي تسجل هذا التسجيل يلي هي رسالة شكر للسيد المسيح إلهنا ومخلصنا الصالح الرب يسوع المسيح الشكر على رحمته في كل حين على رسالته لشعبه في هذه الأيام الأخيرة على نعمته والحق والنور الأوي يلي وضعها بأخي هاني يلي أرسلوا لنا ليكون نور ينير عيوننا وأزهاننا ويفتح بصيرتنا على معرفة الحق اللي هو في المسيح ويكشف لنا أسرار إنجيلنا وحالتنا والباطل والخداعي اللي نحن عايشين فيه بزمن الحق صار باطل ورفوض والباطل صار هو الحقيقة وللأسف إن أولاد الله بكل فئاتهم علمانيين أو رهبين أو رعاد أو وعاز يلي هن المفروض يكونوا أنوار ونجوم وكواكب مضيئة تنيع على ظلمة الأرض ظلمة هذا العالم مثل ما قال للرب يسوع أنتم نور العالم ومثل ما قال أنتم ملح الأرض وإن فسد الملح فبماذا يملح لكن للأسف النور يلي صار فينا صار ظلام وملحنا صار فاسد ونحن مش دريانين بسبب التخدير يلي نحن فيه يلي خلينا صرنا بالعقل ومجنين وعميان ومنقول أننا نرى ومنقاضين من زواتنا وأهواتنا وشهواتنا والناس ورئيس العالم وظنين أننا منقاضين من الروح القدس أردت أن أسجل هيدا التسجيل لسببين الأول لشكل الرب على رحمته على كل أعماله على خيهاني يلي أرسلوا لنا الرب بهيدا الوقت يلي كنا محتاجينه فيه وأشكر أخيهاني على محبته على كل الكنوز اللي أعطينا إياها يلي بتوصلنا للكنز الحقيقي للرب يسوع وعلى كل تضحياتك أخيهاني وتعبك وتحملك لأسئلتنا الكثيرة وتحملك لكل أنواع الآلام يلي تعرضت لها وتحملتها حتى توصلنا كلمة الحق للإنجيل وكلمة الحياة يلي رعاتنا للأسب ما بيقولوها لنا ما بيقولونا بل غيروها غيروها لتتماشى على حسب أهوائهم ورغباتهم بسبب حبهم للعالم يلي أحبوه أكتر من النور ناسين أو مش فهمين كلام الرب يسوع لما بيقول لا تحب العالم ولا الأشياء التي بالعالم لأن محبة العالم عداوة لله هني بيرددوها بكل أداس هذه الوصي لكنهم ينسوها بعد لحظات أنا بتعجب وبتأسى مش عم بقدر استوعب كيف بعد كل هذه السنين والكرون يلي مضت بمختلف الدول والشعوب يلي أخرجت قدسين بهذا العدد الكبير وعرفنا من جهاداتهم وإخلاقاتهم لذاتهم وللعالم إنهم باعوا كل ما لهم لحبهم بالرب يسوع وعملوا مثل ما قالهنا الرب بيع كل ما لك هني باعوا كل ما لهم باعوا كل شيء لأنهم أحبوه لأنهم وجدوا الكنز الحقيقي أحبوه بالروح والحق مش مثل رعاتنا هذه الأيام للذين أحب أنفسهم وبطونهم ومراكزهم وكيمتهم بين الناس والمال والعالم أكثر من المسيح لأنهم لو أحبوا المسيح كانوا سلكوا كما سلك هو وكانوا صاروا صورته ومثاله وكانوا عاشوا الإنجيل مثل ما عاشوه إديسين وقدروا يشرحوه لنا مثل ما حضرتك شرحته لنا وكانوا جذبوا نفوس كثيرة لأنهم لو كانوا عايشين الإنجيل لكانوا امطلقوا كل الملء من الروح الأدوس يلي كان يخلي ساعتها راعي كنيسة يميز مين مؤمن في كنيسة ومين مش مؤمن لكن للأسف لأنهم مش مملؤين بسبب أنهم مش ميتين ففيه بيكان إسنا في شباب وفي صبايا ملحدين والأبونا بيناولهم جسد الرب ودمه وهو مش تريان بيتناولوا باستهزاء وفرحانين أنهم قدروا يخدعوا أهليهم ويخدعوا الأبونا فصار كل هدف الكنيسة كيف تخفر خطيانا لندخل للسماء ويكون لنا أكليل وكل ما علينا أن نعمله أن نحضر الديس ونعترف ونتناول ولما يجي الصيام نصوم ولما يجي العين نفطر فأنا مش عارفة هل هذا هو كل شيء إذن شو حاجتنا لكل الإنجيل وين شركت ألامه والتشبه بموته وين كلام الرب لما قال اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق فلما سألوا إنسان للرب في لوكا يا سيد أقليلون الذين يخلصون ما قالوا الرب آمن فقط ولا قالوا اعتمد وأنت تخلص أو اعترف وتناول واحضر الديسات وصوم وقت الصيام فتخلص بل قالوا اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق لأن الحق أقوله لكم كثيرون أرادوا ولم يقدروا العالم صار عم ينتهي أعاصير مش طبيعية عم بتصير بكل العالم وفيضانات وبركين وزلازل وحرائق وأمراض عم بتزين وحيوانات عم بتموت بأعداد كبيرة من غير سبب كل هاي المصايب للي عم بتصير والناس مش درياني ليش عم بتصير في البعض بيقولوا هاي دي العالمات يلي حكي عنا الرب في الأزمين الأخيرة هاي ده صحيح لكن لم أسمع من أحد ولم يقل لنا أحد ليش الرب سمح بكل هذه الكوارث واللي راح تزيد أكتر وأكتر وهي دي ما هي إلا البداية ليش الناس ما بدها تفهم إننا لم نعد نعبد الله بالروح والحق وكل حياتنا صاري جسدية وما حدا عم يسلق بالروح مثل ما الرب جاء وعلمنا كيف نسلق وننمو بالروح نحنا نمينا بالجسد نمينا بالعالم بذكرني هيدا الشي بأيتان بسفر التكوين لما الرب قال لا يدين روحي بالإنسان إلى الأبد لزيغانه هو بشر وتكون أيامه ومئة وعشرين سنة بأيتاني كمان بيقول بحزن الرب إنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه فقال الرب أمحو عن وجه الأرض للإنسان الذي خلقته الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء لأني حزنت وإني عملتهم في أي تيلت بتقول كمان وفسدت الأرض أمام الله وامتلأت الأرض ظلما ورأى الله الأرض فإذا هي كتفسدت إذ كان كل بشر كتفسد طريقه على الأرض هذه حالتنا هذه سنة حسنا صايرين وفي إنجيل لوكا بقول وكما كان في أيام نوح كذلك يكون أيضا في أيام ابن الإنسان كانوا يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون إلى اليوم الذي فيه دخل نوح الفلت وجاء الطفان وأهلك الجميع شو كان شو كان يعملوا يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون طيب وكذلك أيضا كما كان في أيام لوط كانوا يأكلون ويشربون ويشترون ويبيعون ويغرسون ويبنون ولكن اليوم الذي فيه خرج لوط من صدوم أمطر نارا وكبريتا من السماء فأهلك الجميع هكذا يكون في اليوم الذي فيه يظهر ابن الإنسان هاو الأيتان بالزيد لما بتطلع فيهم شو كانوا يعملوا الناس هل كان عم يقتلوا عم يزبحوا عم يسرقوا شو كان عم يعملوا ما كان عم يعملوا خطايا كان عم يأكلوا ويشربوا ويشتروا وبيعوا ويزوجوا ويتزوجوا ويغرصون ويبنون يعني نحن بالنسبة لأن هاي الأيام هاي دي إشياء طبيعية لكن الرب لقى محيهم عن وجه الأرض فيه رؤية حابة أذكرها كنت شفتها بتشبه الرؤية يلي شايفها أخي هاني يلي فيه ناس ما صدقوا وفيه ناس آخرين كمان شايف والمسيح عم يبكي إن كان بالأديرة أو بالكنيس فاللي أنا شفته آآ كان بكنيسة شفت المسيح بكنيسة آآ بعد القديس بوقتي اللي أبونا بيعطي لقمة البركة كانوا الكل وقشين آآ بهيدا المكان آآ والكل عم يتحدثوا ويتكلموا بكتير أمور كل واحد عم يحكي مع التاني بأمور مختلفة وكانوا مش جغلين بالحكة لدرجة إنه منتبهوا ولا شايفوا المسيح كان واقف بيناتهم وكان عم يبكي وكان لابس ساوب أبيض لكنه متوسخ أو متوحل أنا أول ما لاحظته شفته عم يبكي رحت بدي روح لعنده لكن أول ما خطيت خطوتين مشيت إلى ناحيته آآ اختفى من بين الناس اختفى وطلع لبنطلع لبرة ما بعرف وين راح رحت ورا سلت بدي أركل دوري علي طلعت لبرة صرت دورة لي حتى أني خرجت يعني بعيد لبرات الكنيسة صرت أمشي بالشوارع وأنا عم أبكي وعم أقول للناس شفتو لي يسوع قال شفتو من وين راح بس ما حدا رد علي كأني مجنونة ضيعت عقلي أو متل أمضة ضيعت طفلها هيك كانت حالتي صحيت والدموع كانت بعدها بعيوني وصار عندي واجع راس قد اليومين فكتير مؤسف الحالة يلي صارت فيها كنائسنا ومش بس دخلوا العالم فيها بل وآلها ليست بالحقيقة آلها لأنه لا إله إلا واحد لكن صار يدخل بكنائسنا مثل فيديو شفتو لا إله ببوزيين صنم دخلوا للكنيسة واحتفلوا مع الأبونا وغنوا وعبطوا بعض وفرحوا مع بعض وطلعوا أني بيعتبروها هيدا محبة لكن هيدا خداع وما هي إلا بداية بداية لتوحيد الأديان ومرة كان في صلاة وترانيم في كنيسة مع أديان أخرى للأسف بنائسنا ما بقى عم تعطينا المسيح بل لم تعود من بيعود ما بقى شفيها المسيح صارت مؤسسات وجمعيات فيها كل أنواع المصالح يلي بالعالم ورعاتنا وبابواتنا بسكنهم بالقصول اللي بيوتهم صارت متل بيوت الكصول وليباسهم الفاخر وعدد الخدم اللي عندهم صاروا لا بيفرقوا عن الملوك بأي شيء ونسيوا كلام المسيح لما قال مملكتي ليست من هذا العالم دخلوا الأصنام وأعياد مش أعيادنا وسجدوا لرئيس العالم حتى أني شفت البابا من البابوات تعزم لدرجة أنه دخل بسيارته الفخمة إلى داخل الكنيسة ومعه عدد من المرافقين الباديجارد فأنا ما بعرف كيف بيكون رأس الكنيسة البابا اللي هو يكون صورة المسيح بيحتاج لباديجارد وين المسيح بحياته وهالاسم الرب لم يعد برجا حصين ليحميه ولاش بيحتاج لحصانة وحماية من البشر مش هيدا دليل على أنه ما قالوا علاقة مع الخالق الأكوان وقال له من شو كان بده يخاف ليش بده يحتاج لباديجارد غش وخداع صار مليان بكنيسنا وإيماننا تغير والهدف تغير والحقيقة ضاعد فبعد فبعد كل هيدا الخراب كيف وأي راعي أو أي واعز رح يشرح لنا يلي قاله بولوس الرسول ليس لنا إقامة نجوع ونعتش ونموت كل النهار وهم عايشين بالعالم كيف بدي يقولنا وهم عايشين بالعالم فالإديس بولوس وكان عم يحكينا عن العكوبة وكيف لنذهب للجحيم أو كيف ندخل السماء بل كان عم يحكي عن الهدف الحقيقي صحيح الرب بيخفر خطيانا لكن يلي اكتشاف نين من الهدف أنه كيف نصير سورة الله سورة المسيح وهيدا هو الهدف من التجسل بفرجينا كيف بيتحول المسيح فينا بالموت بموت الجسد وأبطال وإثناء وإضاعة الزيت ومعنى كلام الرب يسوع في من أضاع نفسه هذا زيجدها ليسير الله هو الرأس في حياتنا ونصير أعضاء فيه مثل ما شبهنا بالغصن في الكرمة نحيا ونتحرك ونوجد فيه وغفران الخطايا لا يحتاج لك كل هذه الإنزامات الإنزامات هذه اللي ألزمنا بها الرب كونوا قديسين وكونوا كاملين ولما قال كل من ترك أبا أو أما أو حكولا أو بيوتا أو أولادا أو إمرأة ولما قال إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت تبكى وحدها هذه الإنزامات منى لرفع الخطيئة والعقوبة فأنا لما بروح وبعترف عند الأبونا بيخفر للأبونا خطيتي ولا أحتاج لكل هذه الإنزامات ولا للصوم بل هو عم بيقول كيف نصل إلى سورة الله سورة المسيح وكيف ينمر وروح الله فينا ويبدأ يولد مثل البزرة إذا ماتت تبدأ تدب فيها الحياة والضل ميتي حتى يستمر نموها ويكتمل المسيح فينا مثل ما هو مكتوب مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح حجر الزاوي يلي هو المثال العملي يلي فيه كل البناء مركب معا فأنا بأشكرك يا أخي هاني لأنك فتحت عيوننا على الهدف والطريق يلي ما كنا شايفينه قبل ما نسمع تسجيلاتك أنا ما كنت عارفي أنه فيه هدف ولا شو هو الهدف ولكن تعارفي فيه طريق ولكن تعارفي شو هدف الله من خلق للإنسان مع أني قبل ما أسمع تسجيلاتك كنت بلاش تحب الرب وحب الرب يسوع وكان بدي أتقرب منه أكتر وأعرفه أكتر وإتبعه لأني كنت بلاش تحبه لأنه بهيدا الوقت كنت لسه مكتشفة حقيقة وجوده وأنه إله حي لأنه كان مجهول بالنسبة لألي وهو أكد لي أنه حي بطرق كتيرة وكمان شافت سيار الديسين وعلاقتهم بأله غرت منهم وصرت بدي يعيش المكتوب بالإنجيل لأنه هو حسسني أنه الإنجيل هيدا حياة حياة لازم عيشة أنا عيش المكتوب فيها لأني حبيت وأردت أن يكون لي علاقة بالرب مثل ما شفت علاقة الديسين بالرب لكن ما كنت عارفي كيف بدي عيش الإنجيل إلا بعد الوصايا البسيطة يلي كنت بدأت أنفزها أنا ما كنت عارفي أنه الهدف الأساسي أن أحب الرب إلهي من كل قلبي من كل فكري من كل قدرتي الرب أعطاني إحساس بهيدا الوقت أنه لازم سير صورته وكون شبهه لكن ما كنت أعرف أنه هيدا هو الهدف اللي الرب خلقنا لأجله وهيدا هو السبب من تجسده ولا كنت عارفي كيف بدي أوصل لهيدا الشي حتى لما سألت الأبونا ما أعطاني جاوب واضح وحتى لما سألته عن الاعتراف لأني كنت بلشت إيقس من حالتي من كتر ما كنت كل شوي أقعد رأي بخطيائي وإكتبها على ورقة حتى ما أنسى أكتب كل خطيئة كنت أسأل وقل له للأبونا طيب وإخفتها يا أبونا كان يقل لي شوي شوي صلي نظلك صلي بالأجبية مكرأة كتب روحية ولما كنت أسأل الأبونا كمان حسوا يسكت وسكوتوا هيدا وعدم إعطائي إيجابة مكنعة ومشبعة ويحسسني كأن إنساني غريبي أو واحدة يعني صاير لعقلي شيء فكمان ما كنت عارفي شو هو الصيام ولا شو يعني إنه الرب هو خبز حياتي كنت بعرف الصيام يلي بيمنصومه بالكنيسة اللي هو الامتناء عن أكل اللحوم وكل ما هو حيواني ولما سألت ليش وشو الفرق قالولي كرمال الشهوة نحن منقطع عن اللحوم ولما سألتوا طيب شو هي الشهوة اللي عرفته إنه يلي بتخلينا نخطي فأنا ما اقتنعت لأن الرب أعطاني أن ألاحظ لما عم أكل الأكل الصيامي أم حبه حسيت فيها شهوة ساعتها ما حسيت بفرق فصار عندي أسئلة أكتر بتتعلق بالصيام وإنه ليش منصوم وليش بأيام الصيام إذا كنا مش صايمين ما فينا نتناول لكن بالأيام العادية فينا وليش لازم بدنا نتناول لازم نكون صايمين تسع ساعات وإلا ممنوع نتناول لكن إذا تناولنا فينا نأكل بعض الصيام على طول ضغري فأنا ما كنا فهمي شو الفرق فلما سألت ليش منصوم قالولي هي الفترة يلي منقضي وقت أكتر مع ربنا ومناخد غزاء روحي ومندوق العشرة مع ربنا صر تقول طيب مدام الصيام هو يلي حيغزيني روحيا ورح يكون إلي عشرة مع ربنا فليش ما ببقى بالصيام على طول يعني لاش الكنيسة ما بتكون بالصيام على طول فكمان ما كنت عارفي أنه الرب هو لازم يكون حياتي اللي أحيى وأتحرك ووجد فيه ولن أحتاج لشيء برا لأنه هو فيه كل شيء مثل ما شبهنا بالغصن بالكرمة أنا ما كنت عارفي أي شيء حتى لما كنت أسأل ما كنت لقي الجواب فصرته كأني أمام حيط لا أكتر أتخطى وهيدا هو كل شيء إلا بعض الأشياء البسيطة اللي لازم أعملها اللي هي اللي بتعطيني بتوديني للسماء يعني وبصير إلي أكادير إذا عملتها اللي هي أني أعمل أعمال خير مثلا أن أعطي الفقراء وأنا أحب زوجي وأولادي وهيكي بكون عايشة لأجل الرب فما كنت بعرف شيء ولكن كنت بعرف شو يعني الولادي من الماء وشو الفرق بينها وبين الولادي من الروح فما كنت فاهمي شو الفرق بين الخيتان وشو هي المعمودية يعني معمودية كحياة والخروج للبرية وشو هي الولادي من الروح وإمتى منولد من الروح ما كنت فاهمي الفرق بين الأنجيل الأربعة وليش لأنا جيل إلي أربعة وشو علاقتهم بالأنهر الأربعة والكئينات الأربعة يلي بيسفر الرؤية والأربعة أحصني والأربعة أسفار أشعية أرمية حسقيال ودانيال وبولس الرسول كمي لما تكلم تكلم كتير بالرسائل عن الخيتان ليه تكلم عن الخيتان مش هيدا عهد قديم فما كنا فاهمين شي من شي ولا كنا فاهمين ليه كل إنجيل بيحكي بطريقة مختلفة وما كنا فاهمين النسب نسب المسيح بأول إنجيل وليه ستة أيام الخليقة وشو يعني المسيح كان في اليوم الثالث ما كنا فاهمين إننا لازم نعبر ثلاث مراحل لنقوم مع المسيح ما كنا فاهمين شو يعني خيتان خيتان القلب والفكر وليه الله طلب نتبح في هذا المكان لم يخبرنا أحد شو ولاش الخيتان بولس الرسول أكد كل شوي لازم نختتن لازم نختتن خيتان غير مصنوع بأيدي بشر شو كان قصدوه الديس بولوس مين قالنا شو قصدو ما كنا فاهمين مثلا وكيل وكيل الظلم ونشيد الأنشاد وكيف كيف مدعم نرى المكتوب إن المسيح كان ينمو في القامة والحكمة وكيف نحنا ننمو عمليا كيف ما شفناه هون هيدولي إنه نحنا كيف بدنا ننمو عمليا هو كان عم بفرجين عيد الشي وليه الرب ترك أمه وذهب للهيكل ما كنا فاهمين التجربة على الجبل وليه يحمل الشيطان المسيح ويتير فيه ما حدا جاوبنا وما حدا شرحلنا إياهون هيدول وأنا في الحقيقة وصلت لوقت هلأ ما بقى إلي نفس اسمع لأي راعي أو أي واعز مع احترامي للكل بسبب الزيت يلي عايشي فيهم وواضحة فيهم والخداع وصوت رئيس العالم يلي عم يتكلم في لسانهم بكتير من الأوقات كلمير هيك ما عم يعطونا كلمة يلي بالإنجيل فأحلى يوم بحياتي هو اليوم يلي سمعت فيها تسجيلات رسالة المسيح لشعبه وشرح الطريق إلى الحياة وسفر اللوين وأكتر شيء التسجيلين رسالة الرسالة لكل إنسان مشتاء للمسيح وتسجيل هذه هي الحياة الأبدية وهي أن يعرفك أنت الإله الحقيقي وحدك لما سمعت هن هالتسجيلين حسيت قلبي داب ومن وقتها بلشت تتغير حياتي كلها ونظرتي للعالم قديش كنت عايشي بالمهم والعالم الباطل كان عندي كتير اهتمامات أرضية إن كان أصدقاء أو إن كان اهتمام لبس ولازم يكون شكلي حلو واهتمام أكل وكل ما يشتهيه الجسد كنت جيبه وأعمله كنا نروح لأماكن نزور أماكن ونعمل كل شي نقدر نعمله ونقضي أوقات بيطرق كتير نروح نعمل بيكنيك نروح نتصبح أشيء كتير كنا نعمله نقضي وقت ممتع وبالأعيات كمان كنا نعمل كل اللي بيعملوا الناس هلأ اللي هو كله ما قالوا عليه قبل عيد ولا بأي شكل فمن بعد ما فهمت بنعمة ربنا أني كنت عايشي بالباطل وأنا هيك مستوطنة بالجسد وغريبة عن الله فصارت تتغير حياتي صار لها معنى وشفت حالتي والعبودية اللي ساكني فيه وشفت الطبيعة العتيقة اللي فيني والذات يلي بتخليني أختي يلي تكلم عنها الديس بولس يلي كان يصفخ منها ويقول ويحي أنا الشقي من ينقذني من جسدي هذا الموت من بعد ما فهمت حالتي وفهمت الهدف وشفت جمال المسيح صار كل الأشياء بحياتي والأمور يلي كنت عايشي فيها صارت نفاي وما عادة تتهمني لكني ما زلت أحتاج لنعمة كبيرة لأكمل الجهاد بالطريق وأموت موت حقيقة موت كامل عن العالم يلي الرب أراد وسمح لي أن أمشي في طريقه فالطريق طويل لكن يكفي أنه الرب معنا يقودنا ويهدينا ويقدرنا على عمل ما شئته أشكره وأشكرك أخي هاني ربنا يباركك ويعودك أضعاف أضعاف ويحافظ عليك ويعطيك سؤل قلبك سؤلنا في صنوات وطا وطا ترجمة نانسي قنقر